اهلا بكم انا سامي من فوزي اكاديمي put manager is missing press control alt delete to restart طبعا لو عملنا press control alt delete to restart هتجلنا نفس الشاشة وهكذا دوليك طب نحل المشكلة دي ازاي المشكلة دي بتقول ان ملف البوتينج يا مفخود يا اما دمر طب نعمل ايه نعوضه من الدسك الاصلية اللي احنا حملنا به عشان نعمل الحكاية دي لازم نروح عالبايس ونخلي الستارت بتاع الكمبيوتر من ال dvd room او الفلاشة بنغير الحكاية دي في البايس وبندخل عالبايس بواسطة ان احنا ندور الكمبيوتر وندوس على دليل دلوقتي هدي ادس دي او دي ونحط الفلاشة بتاعة الويندو سيفن او الفيستا او الديسك وحيقول لي بريس ان كنت بوت نضغط على انتر او اي مفتاح ويبدأ يحمل الويندو والشاشة الزرق هيب تظهر لنا وبيظهر لنا الخيارات بتاعتنا العملة واللغة وهكذا طبعا ما نضغطش على السنون النووي الا هيحمل ويندو من جديد هنضغط على الكمبيوتر اللي احنا عايزين نصلح الملف اللي هو بايس اللي هو البتاع بوتنج اللي بيقوم الكمبيوتر نفسه طبعا بنختار هنا use recovery tools وبنختار السيسم لاني ممكن يكون عندنا اكتر من سيسم وندوس على next طبعا بتظهر لي الشاشة دي هقول repair and restart نضغط على repair and restart وبتظهر لي الشاشة بتاعت system recovery option وبنختار repair and restart وبنضغط وبيبدأ الكمبيوتر من نفسه يحاول يصلح المشكلة وبندوس على finish ونرجع تاني عيد ما ندوس بقى على اي كين سيبه يشتغل لوحده بنجد ان الويندو اشتغلت وشكرا لكم وارجو انكم تشيروا هذا الفيديو click to get more videos playlists please subscribe like share and comment thank you for watching fozy academy